نفس الامر في الزمالة كانت الجماهير بتيجي علشان تتصور مع عمر زاكي مع حزم امام مع الاسماء الكبيرة اللي كانت موجودة في الزمالة دلوقتي اصلا الجماهير في مصر بعض اللاعبين في الاهل والزمالة لو مشوا في الشارع محدش هيعرفهم تاني بعض اللاعبين في الاهل والزمالة لو مشوا في الشارع محدش يعرف وده لانهم خلينا نتكلم بواقعية بلا تأثير في جماهيرهم اللي يخلش كبالة لغاية دلوقتي هو اصطورة الزمالة الكوية ومحتفظ بشعبيته بنتمنى له طبعا الشفاء واحد من اهم المواهب في تاريخ مصر ومن اهم نجوم نادي الزمالة عبر تاريخه نتمنى له الشفاء اللي يخلي واحد زي الشكبالة لغاية دلوقتي وهو عن 37 سنة مؤثر بشكل كبير جدا وايقونة للزمالة الكوية ان الغاية دلوقتي ما حدش ظهر يهدد عرش الشكبالة مع الزمالة الكوية على الجانب الاخر لما تيجب بص على النادي الاهلي ما تلاقيش نجم بحجم النجوم نجم بحجم محمود الخطيب او نجم في الملعب او نجم بحجم محمد بركات او نجم بحجم طاهر ابو زيد نجم مؤثر لغاية دلوقتي لما بتقابق لما بكون مع طاهر ابو زيد في اي مكان من الاماكن الناس كلها بتجري تصور معاه هل علشان هو كان وزير الرياضة السابق اكيد لا لكن علشان هو واحد ساهم مع ندي بطولات وساهم مع منتخب بلاده في حصد بطولة امم افريقيا 86 وكان هو النجم الاوحد في بطولة امم افريقيا 86 ده طاهر ابو زيد للأسف وبعض المسؤولين نجوم في تصرحتهم لكن هم هم نفس المسؤولين لما تيكلموا في مهنته الاساسية في اختيار اللاعبين في اختيار الصفقات هتلاقيه عامل ازمات او مشاكل كبيرة جدا جدا فنية وبعض الاختيارات كانت صفقات فشلها في الاهلي وفي الزمالك فتدفع مين بقى تدفع الجماهير تمن الادارات ولو انت جيت تكلمت على الادارات هتطلع عليك اللجان الالكترونية والمفروض تساند والاعلام يطلع يساند والاعلام يطلع دلوقتي دي مرحلة المساندة ده الكلام اللي البعض يعني اول لما تلاقي مسؤول تحديدا في الاهلي او في الزمالك او في اتحاد الكورة لا انت الاعلام مطلوب منه المساندة وانت مطلوب منك انك تشتغل اه انت بتساند لكن الاعلام مطلوب منه ان يرصد وان الاعلام مطلوب منه ان يواجه الناس بالحقيقة وبداية الاصلاح في اي امر خاص بالرياضة خاص بالكورة المصرية هو انك تواجه الناس بالحقيقة وانك تواجه الناس بمشاكلها وانك تواجه الناس بأزمتها وبقراراتها الخاطئة اما انك انت تطلع وتقول اي كلام فاعرف على طول ان ما فيش ضمير في التعامل مع المشاهد ان ما فيش حرص على اسمه وسمعة الكرة في مصر دول اكبر ناديين الاهلي والزماني والبطولة الحالية دي للعايز يعي مع بطولة منتخب الشباب هي نقوص خطر يتحمل رقم واحد ما يحدث للاهلي وما يحدث للزماني خلال البطولة الحالية ادارة الناديين تاني ادارة الناديين في الاهلي وفي الزماني اي بقى اسباب اخرى دي انتوا عارفين اللي جاء الالكترونية بتعمل ايه هنقعد نتكلم وهنقعد نقول لا اصلا هما فريرة اصلا مش عارف كولر اه عليهم مسؤوليات لكن اللي جاب فريرة واللي جاب كولر واللي ابقى على فريرة واللي جاب الصفقات لا فريرة ولا كولر